عايز تدرب طلابك أو عايز تدرب ابنك على القراءة من هو صغير وكمان يتم تصحيح الموضوع بشكل إلكتروني ويعرفك الطالب ده أخطأ في كم كلمة وتقدر بالتالي تبعت له قطعة كتيرة ويتدرب بشكل كبير لحد ما مستوى يتحسن وكمان تتابع التحسن ده بنفسك تابع معايا الفيديو ده للنهاية أنا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود أهلا بكم أعزائي متابعين القناة النهاردة هنتكلم عن تحديث جديد في برنامج التيمز التحديث ده مميز جدا بس قبل ما نشرحه ياريت تنزلوا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة وتابعوا القناة معنا ان شاء الله هنقدم لكم كل جديد وعمل لايك للفيديو وشاركوا مع كل الناس يلا بينا نبدأ شرح الموضوع بتاع النهاردة أنا هنتكلم عن ميزة جديدة تم إضافتها في التيمز طبعا زي ما انتم عارفين التيمز حصل على تحديث جديد من ضمن الحاجات الجديدة في التيمز انه تم إضافة هنا تفتر ملاحظات الصفوف بشكل رأسي هنا في الجانب الأيمن وايضا الواجبات والدرجات وبرنامج انسايت للتحليل انسايت ده برنامج بيساعدك على ان انت بتحلل كل النتائج اللي موجودة للحاجات اللي انت بتعملها وطبعا مكتوب هنا الخصائص بتاعته زي تحديد المهارات الأكاديمية والاحتياجات المهنية وقوة الطلاب توفير فرص للتعلم وتقديم لحظات مخصصة والتأمل في التدريس واداء الطلاب والتعاون عبر الفصول الدراسية طبعا هنفعل القصية دي عشان نقدر نستخدمها في الصف بتاعنا يلا بقى نرجع للميزة الجديدة الميزة الجديدة اللي تم إضافتها في برنامج التيمز هي ميزة التقدم القرائي او ان انا اقدر اتابع تقدم القراءة عند طلاب او عند ابنائي طب ازاي احقق الميزة دي او زي افعلها طبعا كل المطلوب منك ان انت بتعمل انشاء وبتختار كلمة الواجب العنوان مثلا هيكون كلمة قراءة قصة طبعا ممكن تكتب اسم القصة اللي انت هتضيفها او تكتب العنوان اللي انت حابه بعدين الارشادات ممكن تكتب هنا الارشادات المناسبة زي مثلا اقرأ القصة بتأني وقرأها بالنظر اولا ثم اقرأها بالصوت العالي برحتك اكتب الارشادات اللي انت تحبها كمان بنعمل هنا ارفاق والارفاق ده هنلاقي ميزة جديدة تم اضافتها اسمها تقدم القراءة ودي الميزة المهمة بتاعت النهاردة اللي هنتكلم عنها هنضغط على كلمة تقدم القراءة هيفتح لي هنا حاجتين اول حاجة تحميل وورد او بدي اف يعني لو القصة عندك موجودة بدي اف او القصة عندك موجودة وورد هتضغط على الزر الاول وهنا عندي زر اخر اسمه استعراض عينة المكتبات ودي عبارة عن عينات من قطع ولكن باللغة الانجليزية لو فتحناها كده مثلا هتلاقي دي كلها قطع باللغة الانجليزية لو انت حابب تدرب ابنك كمان باللغة الانجليزية الموضوع موجود هنا في قطع بيديك طبعا اسم القطعة وبيديك كمان النوع بتاعها هل هي واقعية ولا خيالية وبيدينا المستوى بتاع القراءة وكمان بيدينا عدد الكلمات اللي موجودة في القطعة لو انت عايز قطعة من القطعة الجاهزة دي ممكن تستخدمها بس دي طبعا خاصة من مين خاصة باللغة الانجليزية وطبعا هنا في مستوى الصف يعني ممكن الصف الاول صف الثاني صف الثالث او الصف الثانوي فانت اختار الصف المناسب اللي انت هتقدم للطلاب القطعة عشان يقرأوها يعني الموضوع هنا مش مجرد بس عند الاطفال وبس ده كمان ممكن يكون موجه للطلاب الكبار زي مثلا لو انا عايز اتدربهم على قراءة مثلا قطعة باللغة الانجليزية ده بالنسبة لللغة الانجليزية تعالوا نشوف اللغة العربية اللغة العربية هعمل تحميل وورد هنا او بي دي اف زي قطعة القراءة اللي موجودة هنا دلوقتي طبعا ممكن تجيب قطعة قراءة من على الانترنت بكل سهولة عن طريق البحث وتقدر تنسخها وتحطها في ملف وورد وبعدين تضيفها بكل سهولة هنقول اوبن طلعت القطعة موجودة معايا هي اول حاجة عندي هنا زر اسم التحرير وده معناه ان انا ممكن افتح التحرير بحيث لو انا عايز احزف كلمة او اضيف كلمة يعني انا ممكن هنا اضيف اي حاجة وممكن احزف اي حاجة لان ده اسمه التعديل بعد ما بخلص التعديل على القطعة بادوس علامة صح لحفظ التغييرات او بادوس على علامة خطأ لعدم الحفظ طبعا بادوس صح هنا واحفظ التغييرات اللي انا عملتها كمان عندي هنا حاجة اسمها طريقة عرض الطالب يعني القطعة دي بتظهر ازاي للطالب فلما بضغط عليها طبعا بيقول لي هنا انه عايز ياخد الازن بتشغيل الكاميرا طبعا لو انت عايز تديله الازن فبتقول له السماح او مش عايز بتقول له رفض طبعا هنقول السماح مثلا وبتظهر كاميرتك هنا طبعا طيب بعدين الطالب بيضغط كلمة البت ويبدأ الجهاز يعيد 3 2 1 وتبدأ القطعة تظهر للطالب والطالب يبدأ يتكلم ويقول وقف الطلاب في صفوف مرتبة ويبدأ يكمل قراءته عادي جدا وبعد ما يخلص الطالب القراءة بيضغط على زر انتهيت طبعا ده الوجهة بتاعت الطالب او دي الوجهة بتاعت الطالب اللي هتظهر عند الطالب اذا كان شغال من التليفون او اذا كان شغال من الكمبيوتر هيظهر له زر عادة المحاولة لو حابب يعيد مرة تانية القراءة وهيظهر له زر استخدام هذا التسجيل اللي هو باللون الاخضر لهو خلاص اقتنع بالتسجيل وعايز يرسله الى المعلم طبعا هنقول خروج من طريقة العرض كده احنا رجعنا للاعدادات مرة اخرى عندي هنا زر اسمه اختيار فقرة مختلفة وده في حالة لو انا عايز اختار فقرة اخرى غير الفقرة هذه ممكن اضغط كده وبيقول لي هنا هل تريد الاحتفاظ بهذه الفقرة ولا اختيار فقرة جديدة طبعا ممكن تقول الزر اللي انت عايزه اختيار فقرة جديدة وتروح لنفس النافذة وتختار الفقرة الجديدة مرة اخرى كده تعرفنا على الازرار التلاتة اللي موجودة فوق هنا بقى الجانب الايسر في بعض الاعدادات مثلا هنا مستويات القراءة طبعا مستويات القراءة دي بتكون موجودة في برنامج الانسايد يعني مثلا بيبقى فيه مستويات مثلا زي لتلتمية ار سبعمية ودي طبعا لازم تدخل على الانسايد وتعرف المستويات وتسجل هنا لو مش عايز تسجل دلوقتي مفيش مشكلة مش ضروري النوع هل القصة دي خيالية ولا واقعية فتختار هنا هل هي خيالية او واقعية برحتك عدد المحاولات انت عايز الطالب يعيد كم مرة القراءة زي ما اتفقنا لو انت عايز تحدد له عدد معين مثلا مرتين يبقى الطالب عنده القدرة انه يعيد مرتين فقط لو انت عايزه ما يعيدش خالص ممكن تقول له مرة واحدة فقط لو انت عايزه يعيد زي ما يحب تقول له غير محدود يعني اختار عدد المحاولات المناسب لطلابك كمان هنا حدد الوقت انت عايز الطالب ده يعني بدون وقت يعني اقرأ برحته ولا عايز تحدد له وقت معين دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق برحتك اختار له التوقيت المناسب او سبها له بدون حد حساسية النطق وانت الطالب بيتكلم انت عايز الحساسية تكون منخفضة ولا افتراضية ولا عالي الحساسية اختار المستوى المناسب لطلابك اللي هو مقياس اللي هو تتبع الاخطاء فخليه افتراضي دلوقتي ما فيش ايا مشكلة نيجي بقى للزر ده الزر ده مكتوب عليه مطلوب فيديو وده معناه ان الطالب لازم يسجل فيديو طيب لو انا عايز الطالب ما يسجلش فيديو ويسجل صوت بس بنقفل الزر ده يبقى الطالب هيسجل صوت فقط بدون فيديو فطبعا لو انت عايز فيديو بتشغل الفيديو لو انت مش عايز بتقفله عادي جدا بس هنا في رسالة بتقول في الوقت الحالي يدعم تقدم القراءة للاجهزة المحمولة تسجيلات الصوت فقط الاجهزة المحمولة اللي هي التليفونات يعني فبالتالي هيسجل صوت فقط انما لو على الكمبيوتر هيسجل فيديو بعد ما خلصنا الاعدادات بنقول التالي وبعدين بقى منشوف لو انا عايز اضع نقاط مثلا القطع دي عليها خمس درجات مثلا لو انت حابب تضع نقاط وهنا بتختار الصفوف الصف اللي انت عايز توجه اليه هذه القطعة وهنا الطلاب لو انت عايز تحدد طلاب معينين فبتختار كلمة الطلاب وتختار اسم الطالب اللي انت عايز تحددله او كل الطلاب براحتك وتقول تم يعني هنا بتختار الطلاب هنا بتختار الصفوف هنا تاريخ الاستحقاق انت عايز الطالبي اخر موعد للتسليم امتى فمسلا ممكن نقول 23 نوفمبر اللي هو بكرة او ممكن تغير الموعد كما تحب وهنا الوقت اللي هو الساعة وهنا اعدادات التقويم هل انت عايز الوجب ده يتم اضافته للتقويم ممكن اقول الطلاب فقط يعني يتم اضافته في تقويم الطلاب عشان يجيلهم تذكير بالموعد او الطلاب انا او الطلاب اصحاب الفرق كما تحب مثلا ممكن نقول الطلاب فقط كده خلصنا كل الاعدادات اللي موجودة في عندي 3 ازرار فوق تجاهل حفظ تعيين تجاهل يعني اتجاهل كل ده حفظ يعني احفظ الاعدادات اللي حين نشرها في وقت اخر تعيين اللي هو نشر الواجب في هذا الوقت حالا تمام تعالوا نعمل تعيين ونجرب مع بعض الواجب ده هيظهر ازاي بالنسبة للمعلم بعد ما الطالب يسجل صوته بعد ما الطالب بيسجل صوته وبيرسله للمعلم بيضغط المعلم على الواجب هيلاقي طبعا اسم الطالب هنا ومكتوب كلمة تم ارسال الواجب هنضغط عليه وهنلاقي بكل بساطة البرنامج عمل تصحيح تلقائي لهذا الواجب بتظهر قدامي البيانات اللي قدامكم دلوقتي اول حاجة عندي هنا اللي هو صوت الطالب اللي انا ممكن اقدر اسمعه مرة تانية لو شغلت كده هسمع الطالب مرة تانية وعندي هنا كمان مستوى حساسية النطق كانت مستوى متوسط زي ما اتفقنا افتراضي عندي اسم الطالب هنا وعندي هنا طبعا معدل الدقة اللي هو 63% وعدد الكلمات الصحيحة في الدقيقة وطبعا هنا بيحط لي علامات على الكلمات اللي كان فيها مشكلة عند الطالب اللي انا ممكن اقدر اخليه يتدرب عليها مرة ثانية يعني بيجيب لي تحليل كامل للقطعة اللي تم قراءتها من قبل الطالب تقدروا طبعا تشوفوا مدى تقدم طلابكم بكل سهولة واتطبقوها مع طلابكم بكل سهولة او مع ابنائكم بحيث ان انت ممكن تبعت مثلا قصة بشكل مثلا يومي او بشكل اسبوعي على حسب المدة اللي انت عايزها وبعد ما بتخلص وتسمع الطالب كمان ممكن تكتب هنا ملاحظات للطالب وتقول له مثلا احسنت وتكتب له هنا النقاط الدرجة بتاعته مثلا اربعة من خمسة او خمسة من خمسة وبعدين بتقول له ارجع للدرجة فبالتالي كده الدرجة بتوصل للطالب بكل بساطة يبقى انا دلوقتي عملت قطعة وتم تصحيحها الكترونيا بكل بساطة يارب يكون الفيديو نالي اعجابكم انتظرونا في فيديوهات جاية كتير وطبعا حاولوا الطباء الميزة دي معطلوكم عشان تستفيدوا بيها يلا سلام اشتركوا في القناة